مرحبا شباب اليوم سأشارك معكم طريقة إضافة 5 برمجيات في آيفونك استعملها شخصيا جدا مفيدة وبدون شك ستسهل استعمالك اليومي لآيفونك لكن قبل ما أبدأ في الشرح عندي لكم موضوع ممكن يفيدكم وهو سبونسور اليوم اليوم شباب جايب لكم متجر الديب المعروف لتحميل برامج البلاس وبرامج الجيل بريك والألعاب المعدلة مثل بوف جي والعديد من التطبيقات بدون كومبيوتر ولا تتوقف أبدا هذه الخدمة مدفوعة تدفع اشتراك سنوي بسعر قليل صراحة سعر رمزي وتحصل على المتجر وجميع مميزاته لا تتوقف أبدا لمدة سنة طريقة الاشتراك في المتجر سهلة جدا يمكنك الاشتراك عبر الموقع الرسمي يدعم جميع وسائل الدفع والبطاقات البنكية حول العالم ويكون تفعيل المتجر فوري وتلقائي بعد الدفع أو يمكنك الاشتراك عبر التواصل معهم عبر واتساب بطريقة سهلة جدا سأترك لكم جميع روابط المتجر في أول سطر تحت هذا الفيديو في صندوق الوصف ودخلوا على موقعهم واكتشفوا متجرهم المفيد جدا طبعا جميع هذه البرمجيات سوف نقوم بها على تطبيق شورت كوتس من هنا في أوتوميشن أول شيء أريدك القيام به هو الذهاب على الإعدادات انزل الأسفل الذهاب على شورت كوتس من هنا ثم الذهاب على لينجويتش أو اللغة من هنا ثم قم بتغيير اللغة إلى الإنجليزية فقط من أجل هذا الصرح فقط إذا أردت أن تضيف هذه البرمجيات إذا تحب لغة أخرى يمكنك إرجاعها بعدما تقوم بإضافة البرمجيات المفيدة التي سأشارك معك في هذا الفيديو ندخل على شورت كوتس نذهب إلى هذا القسم هنا أوتوميشن وهنا سأشارك معكم أول برمجة مفيدة يجب عليك إضافتها لأيفونك وهي لما يكون آيفونك في الشاحن ويصل 100% هذه البرمجة ستجعله يرسل لك إشعار مع صوتية يعني في كل مرة يكون آيفونك تشحنه مباشرة بعدما يصل 100% أو أي رقم تريده سيرسل لك إشعار مع الصوت من أجل ذلك نضغط على Create Automation من هنا ثم ننزل الأسفل ثم نختار باتري ليفل هذا الاختيار من هنا جميل إذا أردت 100% ستقوم بجر هذه الخاصية من هنا إلى 100% على هذا الشكل لكن أنا أفضل 80% أبل تنصح لما تقوم بشحن آيفونك ألا تتجاوز 100% وهذا يحافظ على عمر البطارية مع الوقت لذلك سأجعله 80% على هذا الشكل ثم نضغط على العلامة الوسطى إذا أردت 100% ستختار الاختيار الأول إذا أردت أقل من 100% يعني 80% أي رقم تريده اختار هذا الاختيار في الوسط ثم اضغط على Next ثم من هنا اضغط على Add Action هنا في خانة البحث ابحث على كلمة Notification طبعا أي كلمة سأقوم بالبحث عليها ستكتب لكم أيضا في الشاشة نضغط على Show Notification من هنا ثم في مكان هذه الكتابة سأضغط عليها سأقوم بحد فيها يمكنك أن تكتب أي شيء يأتيك في ذلك الإشعار يمكنك الكتاب بالعربي أيضا سأكتب البطارية وصلت 100% جميل ثم نضغط على Next ثم من هنا نتأكد أن نقوم بإزالة تفعيل هذه الخاصية نضغط على Don't Ask ثم نضغط على Don't وبهذا نكون قد جهازنا البرمجة الأولى والتي ستقوم بجعل آيفونك في كل مرة يكون في الشاحن يصل إلى 80% سيرسل لك إشعار مع صوت لكي تقوم بفصله عني الشاحن البرمجة الثانية أيضا لها علاقة مع البطارية ومفيدة جدا أبل تنصح أيضا أن لا تترك آيفونك ينزل عن 20% في البطارية لكي تحافظ عليه يجب أن تتركه ما بين 20% و 80% لذلك سأقوم ببرمجة برمجة جميلة سنضغط على زائد ثم سنضغط على Create Personal Automation كالعادة ننزل الأسفل ثم نختار Battery Level نفس الاختيار السابق لكن في هذه المرة سأختار False Below هذا الاختيار الأخير ثم هنا سوف نجعله 25% يعني في كل مرة البطارية تنزل على 25% سيرسل لي الآيفون إشعار مع صوت لكي يعلمني أن أقوم بتوصيله مع الشاحن نضغط على Next ثم نضغط على Add Action ونفس الطريقة نبحث على Notification نختارها على هذا الشكل ثم من هنا نكتب أي شيء سأكتب إشحن آيفونك على سبيل المثال يمكنك أن تكتب أي شيء ثم نضغط على Next ثم من هنا كما العادة نقوم بإزالة تفعيل هذه الخاصية ونضغط على Don وبهذا نكون قد جهزنا البرمجة الثانية التي ستعلمنا في كل مرة ينزل فيها الآيفون إلى 25% سيعلمنا الجهاز بإشعار وصوت لكي نقوم بشحنه هناك برمجة مفيدة جدا أستعملها شخصيا أيضا وهي لما أغادر البيت يتم عمل بعض التغييرات في نظام الآيفون أو في الـ Options الخاصة به على سبيل المثال لما أغادر البيت فأنا أقوم بإزالة الواي فاي والتحويل على 4G أو 5G مثلا ثم أقوم بالزيادة في قوة الضوء أو نصوح الشاشة لأنه في الخارج تكون الشمس لذلك سأريكم هذه البرمجيات الجميلة التي استخدموها نضغط على علامة الزايد لما سأشرح سأشرح لكم ما تقوموا به ثم نضغط على Create Personal Automation ثم من هنا سوف ننزل للأسفل سنضغط على Arrive سنقوم ببرمجة برمجيتين الأولى لما أغادر البيت والتانية لما أصل إلى البيت Arrive الأولى وهي لما أصل إلى البيت سأضغط عليها ثم هنا في Location يجب أن تضغط على Choose ثم تضغط على Current Location وهي Location الخاصة بك حاليا وهي بيتك يعني يجب أن تقوموا بهذه العملية في بيتك من الأحسن لكي تكون مضبوطة نضغط على Current Location على هذا الشكل سيقول لك في الخارج في الأسفل أن هذا هو مكان بيتك بالضبط جميل سوف نضغط على Don جميل نتركها Anytime يعني في كل مرة تتم لوحدها وبطريقة تلقائية ثم نضغط على Next الآن قلنا له لما أصل إلى البيت الآن سنقول له أن يقوم ببعض التغييرات في الآيفون أولها لما أصل إلى البيت أقوم بإزالة 4G وأقوم بالتحويل إلى الWi-Fi لذلك سأقوم بعمل هذا الأمر الأول Set Wi-Fi على هذا الشكل سأعطينا هذا الاختيار نقوم بالضغط عليه ثم هنا سوف نجعله On جميل أيضا سأعطيه أمر آخر وهو Set Brightness على هذا الشكل أقوم باختيار هذا الاختيار من هنا وهو ضوء سطوع الشاشة سأتركه 50% على سبيل المثال لأنه في الخارج أستعمل عادة 70% أو 80% أو حتى 100% في بعض الحالات ثم سأضغط على Next ثم نضغط على Don جميل الآن قمت بعمل هذه البرمجة في أي مرة سأصل إلى البيت سيتم التحويل من الـ 4G أو 3G أو أي شيء إلى الـ Wi-Fi وسيتم إخفاض ضوء سطوع الشاشة وهذا ما أحتاج إليه وفي المغادرة البرمجة التنية يعني لما أغادر البيت سنضغط على الزائد ثم نضغط على Create ثم سنختار Leave يعني مغادرة جميل هنا في مكان Location سنختار مكان البيت أيضا Current Location ثم نضغط على Don ثم نضغط على Next ثم نضغط على Add Action الأمر الأول سنختار Set Wi-Fi نضغط عليه كما الأول لكن في هذه الحالة سنختار Off يعني أن يقوم بإزالة الـ Wi-Fi لأنني خرجت من البيت لن أحتاج إليه وإذا تركته مفاعل فالآيفون يبقى دائما يبحث عن الـ Wi-Fi وهذا يؤثر على البطارية ثم الأمر الثاني سنضغط على الزائد ثم من هنا سنقوم بكتابة Cellular فقط سنكتب على هذا الشكل ستعطينا هذا الإختيار هو الأول Set Cellular Data نضخل عليه ثم هنا Turn Cellular Data On يعني سيقوم بتشغيل البيانات يعني 4G أو 3G أو أي شيء عندك في آيفونك سأعطيها الأمر الثالث وهو الخاص بالضوء سأضغط على Set Brightness ثم سأقوم باختيارها على هذا الشكل وسأقوم بإعطائها 80% وهذا ما أحتاج له لما أخرج يمكنك طبعا أن تختار كل شيء حسب رغبتك الشخصية ثم سنضغط على Next ثم نضغط على Don وبهذا نكون خلصنا البرمجة الرابعة والتي ستساعدنا في كل مرة أخرج من البيت سيتم إزالة تفعيل الواي فاي وتفعيل 4G وتسطيب Brightness أو ضوء الشاشة إلى المستوى الذي أحتاج له كل هذا في الخلفية بدون ما حتى أقوم بأي شيء نمر إلى البرمجة الموالية وهي لأصحاب PUBG وأنا واحد منهم إذا تلعب PUBG أو أي لعبة أخرى ستفيدك هذه البرمجة لأنه في كل مرة ندخل إلى PUBG نقوم بعمل بعض الأشياء سنجعل الآيفون يقوم بها لوحده تابعوا معي نضغط على علامة الزائد ثم نضغط على Create Personal Automation من هنا ننزل الأسفل ثم نبحث على App هذا الاختيار من هنا ثم When is opened يعني لما أفتحه سأقوم باختيار البرنامج من هنا سأبحث على PUBG هذا هو هدية اللعبة ثم نضغط على Don جميل الآن اخترنا PUBG اخترنا هذا الاختيار من هنا ثم نضغط على Next ثم سنقوم بإعضائه بعد الأوامر يعني لما يفتح PUBG يقوم ببعض الأشياء أنا شخصيا لما أقوم بالدخول على PUBG أول شيء أقوم به هو جعل ال Brightness أو الصوت على 100% وأيضا الصوت أجعله 100% ثم أقوم بتفعيل Guided Access هذه الميزة ضروري جدا يجب أن تكون مفاعلها إذا لم تكن مفاعلها تذهب من الإعدادات تنزل الأسفل ثم تذهب على Accessibility تنزل الأسفل هنا في Guided Access هذا الاختيار قم بتفعيله من هنا ثم أدخل من هنا قم بعمل كلمة Sir كيفما كانت ضروري جدا تكون قد فعلت هذه الخاصية لأنها مفيدة جدا لأصحاب PUBG سنبدأ الأوامر وستفهمون سأضغط على Add Action سأقول له Set Brightness أول شيء يقوم برفع مستوى الضوء إلى 100% جميل الأمر الثاني سأعطيه Set Volume يعني الصوت أيضا إلى 100% على هذا الشكل ثم سأعطيه الأمر الثالث وهو سأكتب من هنا Guided Access كما تشاهدون Start Guided Access ستعطيك من هنا قم باختيارها جميل الآن اضغط على Next قم بإزالة تفعيل هذه الخاصية ثم اضغط على Don الآن قمنا بعمل هذه البرمجة التي في كل مرة سأقوم بفتح لعبة PUBG سيتم الرفع من مستوى الضوء الرفع من مستوى الصوت وسيتم عمل Guided Access وهي الخاصية التي لما تضغط 3 ضغطات على الآيفون لا يمكنك الخروج من البرنامج لأنه لما تكون تلعب في بعض الأحيان تقوم بالجر من الأعلى تأتيك Control Center أو من الأسفل لكي تحل جميع المشاكل فيجب أن تقوم بتفعيل هذه الخاصية وأيضا تمنع الإشعارات من القدوم يعني إذا أتتك رسالة أو مكالمة فلن تتوصل بها سيتم قفلها كلها خارج اللعبة لكي تلعب في راحتك ولا يتم إزعاجك طبعا للخروج من Guided Access تضغط 3 ضغطات من جديد تقوم بإدخال الباسورد الذي قمت بإدخاله ثم تضغط على And وبهذا تكون خرجت منه ويمكنك الخروج أتمنى تكون استفدتم من هذه الحلقة كالعادة لا تنسوا اللايك لتشجيع المجهود وإذا عندك آيفون وتزورنا لأول مرة قبل المغادرة تأكد أن تشارك وتفعيل الجرس لأنه دائما ما نشاركه شروحات الآيفون وكل ما يخص شركة أبل نلتقي غدا في فيديو جديد سلام